موسيقى مشاهدين اهلا بكم في الناشرة الجوية الخاصة لهذه الليلة ولصابحات الغد دن اجواء رابعية مميزة هذه الايام من معظم المناطق الشمالية الوطن لكن انباع او قدوم اتراب جوي متوسط الفعالية ليشمل المناطق الشرقية اولا بالعودة الى هذه الليلة درجات الحرارة الدنيا منخفضة في المعادل الفصلي بمرتفعات سمسيل تتغيل زان عين الدفلة واشلف من درجتين لتل درجات بالمرتفعات الوسطى وحتى الهضاب العليا الشرقية ثمان درجات بوهرانت لمسان عينتي مشنس دي بلعب بس مع اسكر خمسة شن درجة نسجلها بالجزر العاصمة بوير ابو مردستيزي وزو اتعرف عنا بس كده قال جيجوه بجيح نسجل فيهم حدشن درجة فقط تقريبا نفس المقاس بمنطقة تين دوف وسط اليزي حتى منطقة برج باجي المختار سبع درجات رح تتراوح الى ستة بجلفة لمسير الاغواط منطقة البيد وانعم وفي حين اجواء باردة جدا بمنطقة غردايا جانت مرتفعات الهوغر والتسلي اما والتصحراء احن نسجل سبع درجات بأضرار عين صالح وتيميمون اتناشن درجة كأعلى مقاس تسجل بالسارة بشار وحتى بعنقزة بالنسبة ايضا لسا بيحترغد بحول الله ايضا وحالة التقس ايضا لسا بيحترغد تكون صحوة مشمسة بالمناطق والمرتفعات الداخلية الوسطى اما المناطق الشرقية تشهد سحب كثيفة مع احتمال قدوم اضطراب جوي متوسطة الفعالية بعد القطرة من امطار قد تلتحق بهذه المناطق الشرقية الوطن تكون السحب من مغشات جزئيا الى كثيفة بالمناطق الغربية للوطن اما شمال الصحراء الى غاية الجنوب الشرقي المرتفعات الصحراوية وسط الصحراء تبقى سماء صافية صحوة ومشمسة في حين الجنوب الغربي لغاية اقصى الجنوب تكون السحب من كثيفة الى مغشات جزئية بالنسبة للظاهرة بحول الله ايضا درجة الحارة الدنيا تبقى فصلية في السواحل في المناطق السحرية اما المناطق الداخلية تتراجع خاصة بيقى سنتينة صيف غالما ميلا وتبسة 7 درجات كأدنامي قياس اجواء باردة نوعا ما 11 درجة نسجلها بالمرتفعات الوسطى إلى 10 درجات 12 درجة بمرتفعات تيسم سي سي سيارة غليزة عين الدفل والشلف اما السواحل الوسطى ولغاية السواحل الشرقية هنسجل فيهم 15 درجة 16 درجة نسجلها بالسواحل الغربية حتى منطقة الوراسة ومنطقة اقول منطقة بشار حتى منطقة تامان جانت مرتفعات الهوغار والتاسيلي كلها نفسها المقياس تتراوح من 16 إلى 17 درجة بكل من الجلفة المسيئة الأغواط منطقة الأوراسة بات ناخد شلسة وغراس الوادي وورغلاي لغاية منطقة عين مناس وحتى وسط إليزي أما أدرار عين صالح وتميمون راح تشدوا نسجل فيهم 22 درجة 16 إلى 18 درجة نسجلها أيضا بالجنوب الغربي الوطن أما أعلى المقاييس تكون بأقصى الجنوب من 26 إلى 27 درجة كعالمي قياس بالنسبة لمنحوا سيد البحر المشاهدين على البحر بحول الله يبقى من هذه إلى قليل إتراب على طول الشريط السحلي بفعل الرياح راح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسواحل الغربية الوطن شرقية تماما بسواحل الوسطى في حين السواحل الشرقية راح تكون من شمالية شرقية إلى شرقية سرعة الرياح لن تتجاوز 20 كم في الساعة الختام كلها بالمعلومات الفلكية الخاصة بجزر العاصمة ودواحيها أتى من هذا يكون الشروق الخامسة 42 دقيقة يكون الغروب لتفاصيل معلوماتك ترتبون عن الموقع الإلكتراني رسمي إدهار أمامكم أسفل الشاشة عام سعيد نتمنى يدخل علينا هذا العام بالخير والهناء إلى اللقاء